اشتركوا في القناة 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 تفضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تسمع الجواب في حكم ضربي الذبيء يعني طارقه في رأسه حتى خرج منه الدم وخارجه تسمع الجواب في حكم زوجتي طهرت بعد الاربعين يوم زهير زوجتي طهرت بعد الاربعين يوم وبعدين صار جماع وكان فيها دم هل هذا يستمى استحاضه ويستمى دم طيب 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 خير إن شاء الله هل يجوز في أوروبا بناء مساجد يعني يعملون فيها مسابع ويعملون فيها مراكز الرياضة يعني أشياء كثيرة يعني يعني أشياء كثيرة يعني طيب 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 خير إن شاء الله كان عندنا سؤال موضوع القرض في المسكن من البنك بفائدة طبعا الاقتراض من المصارف بزيادة هربا وحرام لمسكن لزواج لسداد دين هو محرم ربا واضح والمصيب الربا الله سبحانه وتعالى توعد فيه بأشياء فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب وكذلك قال إن كنتم مؤمنين يعني معناها المسألة متعلقة بالإيمان يعني معناها أن هذا يقدح القدح في إيمانه وكذلك فإن 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 المرابي أيضا متوعد بالتخبط عند القيام من قبره يتخبط كما يتخبطه كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يمشي على غيرهده ويسقطه خلص يتخبطه الشيطان يقومون من قبولهم بالطريقة يعني ولذلك المسألة خطيرة مسألة الربا ينبغي أن توضع آليات بحيث أن المصارف تشتري البيوت تبيعة للناس بالأقصاط تشتري شراء حقيقي لا تلزم الزبون بالشراء قبل أن تشتري بعد ما تشتري يوقع معها العقد بالأقصاط يجب أن يقوم في المسلمين من يعمل هذه الآليات ويقدمها للبنوك حتى في خارج حتى في أوروبا وهم مستعدون أن يسمعوا لأشياء إذا عرفوا أنه هناك زباين كثيرين هناك مسلمون كثر لا يدير الربا وفي بدائل وتكسبهم خلص هذا ما يريدون الاستغفار أو التسبيح والتهليل والتكبير إذا كان الإنسان مذنبا فإنه ما هو المقدم بالنسبة له الاستغفار يعني إذا واحد يده مثلا خلينا ناخذها مثال واحد يده فيها زهومة زفر 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 وسخ دهن تعطيه صابون ولا تعطيه عطر أول شيء تعطيه صابون حتى يذهب هذا الزفر وهذا الدهن بعد ذلك يجي العطر وليس العطر أولا وهو يعني هذا الوسخ يريد أن يزيل الوسخ طيب ولذلك يعني نحن نعلم أحب الكلام إن الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله لله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت يعني كلها عند الله حبيبة لكن بعض الأشخاص يكون له الأفضل الاستغفار كما صارت في الحوار لبين ابن القيم رحمه الله لما قال الشيخ السلام التيمية يوما يعني أيهما أنفع للعبد أو سؤل الشيخ الإسلام أيهما أنفع للعبد التسبيح أو الاستغفار فقال إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له وإن كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له إذن هكذا هكذا إذا في ذنوب الاستغفار أولا طيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر